موسيقى اهلا بكم في حلقة جديدة من مملكة الثقافات الموعد الثقافي الأسبوعي على ميدي ان تي بي أخبار ثقافية مواعيد إبداعية وجديد للمكتبات والمتاحف والصلاة والمسارح مملكة الثقافات هي أيضا شرفة تقل على كنوز الثقافة وأسرار التراث للمغربي العريق وباسمكم جميعا أرحب بالدكتور أحمد دافري أساد التواصل والإعلام الخبير في قضايا الثقافة والفن مستشار مملكة الثقافات مرحبا بك دكتور أحمد دافري أهلا وسهلا أستاذ محمد شكرا جزيلا لك وشكرا على حضورك والتزامك الدائم معنا في مملكة الثقافات وفي مملكة الثقافات لعدى الأسبوع سيرا وراء ملامح تشكل الشخصية المغربية عبر التاريخ المؤرخ المغربي الطيب بياد ضيفا على مملكة الثقافات وطنجة تحتفل بفن الجاز المرجان العالمي للجاز يحط الرحالة بعروس الشمال وفي الذاكرة مع الزميلة فرحان عياش عودة إلى سيرة أمير الأدب الرومانسي يوسف السبعي إذن مرحبا بك الدكتور الطيب بياد مرحبا بك أيها المؤرخ المخدرم الذي خط عميقا في أسرار الشخصية المغربية سعداء باستضافتك في هذا البرنامج شكرا جزيرا أستاذ محمد على الدعوة الكريمة وأنا بدور سعيد الحضور والتفاعل حول هذا الموضوع الذي أتقديهم هنا جميعا بالتأكيد الدكتور الطيب بياد إذن هذا المؤلف الذي بين يديه هو خلاصة عمل مضن لكنه كان درسا افتتاحيا كما حكيت لي ما هو هذا الكتاب لنقربه أكثر من المشاهد في الواقع هذا الكتاب هو تمرت شروع بدأت تفكر فيه منذ حوالي خمس سنوات قدرني سنة 2018 أن أرحل إلى الصين في مهمة علمية وحدث نوع من الاحتكاك المباشر الذي يحمل نوع من الصدمة ولو أننا جميعا ننتمي إلى هذا الشرق لكن صدمتي بالعالم الصيني كانت أقوى من صدمتي وأنا أرحل إلى الغرب إلى باريس أو غيرها من العواصم الأوروبية فطرح لدي لذلك السؤال الذي ربما يسائلنا جميعا عن أسرار هذه النهضة الصينية هناك قولة تنسب لنابوليون بونابارت يقول فيها عندما تنهض الصين سيهتز العالم نهضت الصين بفضل ما أسمته بالاشتراكية ذات الخاصة الصينية والإصلاح والإنفتاح نهاية السبعينات وحصلت الطفرة لكن عند الاحتيك مع الإنسان الصيني تكتشف أن هذه الطفرة وراءها إنسان صيني بمقومات بمنظومة قيم هناك شخصية قوية هناك تراكم الحضاري قد يكون مشكرا من فسيفسا إن لا كنه جامع وله لحمته تحضر فيه الحكمة الكونفوشيوسية مع الفلسفة الطاوية مع الشيوعية الماوية مع هذه الإصلاح والإنفتاح ولكن خلقت لنا هذا الإنسان الملتزم المنضبط المهتم أكثر بنهضة بلاده الصادق في عمله الملتزم في عمله يعني هذه الأشياء ربما خلقت ليدية ذلك السؤال الفضول في الذهاب والإياب بين المغرب والصين فالمشترك مع الصين ليس فقط الانتمام إلى الشرق ولكن أيضا الرصيد الحضاري والتاريخي فبدأ يتسكن لدي هذا السؤال حول رصيدنا الحضاري والتقافي حول شخصيتنا حول هويتنا حول ذاتنا وبالتالي بدأت هذه الأسئلات تطرح كما قلت كان هناك اختمار أنهيت الكتاب الرحل اكتشاف الصين وبدأت في الاشتغال على هذا الموضوع اللي كان مطرح فيه التمرين الصعب هو كيف أن تكتب على ذاتك بموضوعية أن تنتمي إلى حق المعرفين له ضوابطه ومناهجه وقواعده فكيف يمكن أن تكتب على ذاتك على هويتك على وطنك على انتمائك مع المسافة المنهجية المطلوبة ربما هذا كان أصعب التمرين ولكن وجدت ضالتي في عدة نظرية ومنهجية في اجتهادة لباحثين كبار سبقون إلى هذه الأعمال منها مثلا الكتاب الشهير لفيرنان بروديل حول هوية فرنسا اشتغل ريل فلينطون الأنتروبولوجي الأمريكي على مفهوم الشخصية يعني العالم اجتماع الفرنسي بير بورديو كيف اشتغل على الهابيتيس كيف تشكل شخصية والمعتاد في سلوك الناس وتصرفاتهم من الأخير إذا قلت كانت هناك عدة نظرية ومنهجية حاولت استثمارها لأكتب عن ذاتي وعن كنونتي وعن انتمائي بالمعنى العام دكتور هل استطعت أن تفصيل الذاتي على الموضوع في هذا العمل يعني هذه المسألة أتركها للقار ربما صعب علي أن أقول هل وفقت في ذلك ألا ولكن حسب أنني اجتهدت وحاولت ما أمكن أن أوفر تلك العدة النظرية والمنهجية فيرنان برودير في تقديمه لكتاب هوية فرنسا يقول أنني أحب فرنسا مثل ما أحبها ميشلي وربما أكثر ولكنني أريد أن أكتب على فرنسا كما لو أنني أكتب عن بلد آخر ويقول بأنني أعرف أن عواطفي ومشاعري سوف تغلبني ولكنني سأحاول أن أحاصرها هو تمرين منهجي وإبسيمولوجي صعب وشائك ومعقد ولكن أعتبر أنه من واجب الباحث ومن مهامه ومسؤوليته أن ينخرط في هذا الورش لأنه وسؤال يسائل الجميع ويكفي أن كما قلت أن نستحضر الأدوات التي يمكن أن تسعفنا وبالتالي هذا مجهود بشري موسم بالنسبية ومفتوح على تساركم وعلى السؤال وعلى الجديد في نهاية المطاف نعم قبل أن نخض في بعضين من مداميني الكتاب ما فهمته منك هو أن الكتاب بداية لمشروع يعني وضعته في سياق مشاريع مشابهة لدى الغرب ولدى الشرق فأنت إذن مقبل على مشروع هدية فاتحته تماما في رأسك قوية سيمو عمد فعلا أعتبر أن هذا نوع من توطئ التمهيد يعني موضوع الشخصية المغربية هذا مجرد إننا الفصل الأول ضمن مشروع لأنه هناك قضايا كبرى الآن نشتغلنا على مجال التاريخ يعني من جبل إغود إلى يومنا هذا كيف يمكن أن نقبض على فكرة أو أن نتسبع هذه الفكرة نحن لا نشتغل على التاريخ الحادثي ولا نشتغل على أحدث ولكن نشتغل على فكرة على ولادة هذا الإنسان العاقل في هذا البلد وكيف تطور وتفاعل مع المحلي ومع الطاري في خلق كينونة هذا الإنسان الذي لم يكن يعرف نفسه أنه في البداية أنه مغربي أو غير مغربي ولكن يعني لأن السؤال هو لم يكن مطرح لدي نتحدث عن الإنسان مقبل التاريخ أو التاريخ القديم ولكن حصل هذا التراكم معه كما قلت هناك ما هو محلي هناك ما هو موافد الجغرافية لعبت دورها بشكل كبير جدا يجب أن ننتبهي إلى هذه المسألة إذا رسلنا جغرافية ونحن ننطلق من الشرق في اتجاه الغرب فنحن منتهى المسير لأنه ليس أمامنا إلا بحر الظلمات وبالتالي مفروض عليك أن تفوض وضعيتك من فمدر أي تتقلم معها مفروض عليك أن تتكيف مع هذا القادم من إفريقيا جنوب الصحراء والقادم من الشرق وربما القادم أيضا من السواحل هذا الذي خلق هذا التمييز وربما هذه الشخصية التي فوضت وضعيتها صارت حينا وتعايشت حينا أخرى وخلقت هذه السيرورة وهذا البناء في الزمن الطويل شكرا جزيلا الدكتور طيب الدكتور أحمد دفري لابد أنك تشاركوني في اكتفاء أتار ملامح هذه الشخصية المغربية بتفردها وتمييزها وثراء روافدها ومشاربها بين يديك الدكتور طيب نعم الدكتور طيب في هذا الكتاب الذي بين يدي وكما فهمت أن الأمر يتعلق بدرس افتتاحي وغير أن هذا العنوان الشخصية المغربية تعصيل وتأويل ربما قد يدفعنا إلى التساؤل عن إذا أردنا بالفعل أن نمسك بهذه الشخصية وأن نفهمها أكتر سواء على مستوى المطارات التاريخية أو على مستوى الأحداث التي حدثت وكيف تفاعلت معها الشخصية المغربية على مستوى البنيات الاجتماعية على مستوى التقافة والإرث الحضاري كل هذه الأمور ربما تحتاج إلى عتاد كبير وإلى مدى زمني طويل لكي يمكن أن نؤسس لها سواء من حيث النظرية أو حتى على مستوى الفهم والإدراك لكن بالتأكيد أن لديكم بعض العناصر التي اعتمدتم عليها من أجل الإحاطة بالتعصيل وما هي العناصر التي ربما كانت تحتاج منكم إلى تأويل لفهم هذه الشخصية سؤال وجهة لأستاذ سحمد وفي الواقع وجدت أمامي تراكم سواء على مستوى الأدوات التي تفضل بها الأستاذ في البداية النظرية والمنهجية والاستئناس بمفاهيم واجدهادات في العلوم الإنسانية والاجتماعية ولكن أيضا وجدت أمامي ومن حسن الحظ تراكم مهم جدا حققه الباحثون المغاربة في علم الآثار وهذه مسألة لا نتبه إليها كثيرا المحض الوطني لعلوم الطورة والآثار منذ تأسيسه منذ سنة 1985 حقق تراكم يحق لنا أن نعتز به وأن نفتخر به وأن نثمينه ولعل التتويج الذي حققه مع الأستاذ عبد وحد بن نصر باكتشاف جبل إغود في سنة 2017 يعتبر التتويج التراكم عندما كنت أشتغل والمسألة التي كانت أمامي وأولا يجب أن أسأل ذوي الاختصاص هذا موضوع صعب وشائق وما خاب من استشار أنا طرقت باب السوسيولوجيين والأنتروبولوجيين في البداية وطرقت باب علماء الآثار كان الاتصال مع الأستاذ عبد وحد بن نصر قلت له هذه بدايتي فبما تنصحوني كانت بنا نتواصل كثير ومدني بمادة ببليغرافية غنية تعتز بالباحثين المغاربة بمحثين مرموقين المستوى الدولي ينشرون في مجلات علمية محكمة المستوى الدولي هناك تراكم المهم إذن السؤال كان لدي هو كيف يمكنني أن أستطمر بشكل منهجي علمي بالحذر الذي تحدث عنه السي محمد في البداية هذا الذي حقته الأركيولوجيا المغربية لأن التأويلات السابقة التي كانت للسوسيولوجيا الكولونيالية والكتابات الاستعمارية التي كانت في السابق سواء القديم ستيفان كزيل أو كوركوبينو أو غيرهم من الناس اللي يكتبوا تاريخ المغرب القديم حتى الشرب أندريجوليين هو أن أعتمد على الأبحاث الأتارية الأجنبية وأول هذا التاريخ على مقاسه لأنه لم يكن لدينا هذا المنتوج الوطني على مستوى البحث الأتاري إذن اليوم لدي مادة أتارية ولدي عدة منهجية مهمة أن أوضف هذه في فهم تلك من أجل بناء معرفة تاريخية تحضى برسيد من المصداقية نعم أستاذ أنا أعلم بأن لديكم إنتاجات تارية كثيرة وفيرة في مجال البحث التاريخي لكني ربما قد أسألك بخصوص ما كتبته مؤخرا قبل سنتين فهناك لدينا كتاب رحالة مغاربة في أوروبا بين القرنين السابع عشر والعشرين تمثلات ومواقف بما دم أن الأمر يتعلق هنا برحالة المغاربة في أوروبا فهذا أمر مهم جدا ويعنينا أن نفهمه أكتر وفي ما هي مظاهر هذه التمثلات وما هي بالضبط هذه المواقف التي قد يحتاج إليها الباحث لكي يفهم أكتر الدور الذي قام به الرحالة في بناء مفهوم الرحلة من خلال كتابة تاريخية أنا أشكرك على هذا السؤال لأنه في الواقع إذا ربطناها بموضوع الشخصية المغربية سنجد أن شخصية الإنسان المغربي هي شخصية الإنسان الرحالة جزء مهم جدا من تاريخ المشارق اليوم يعرفونه ويكتشفونه من خلال الرحالات الحجازية من خلال إنتاجات المغاربة الذين ذهبوا إلى المشارق بلاد الحجاز كتبوا في مصر كتبوا وبالتالي دونوا هذا التاريخ جزء من تاريخ آسيا يقرأون طلاقا من سورات بن بطوطة الإنسان المغربي حباه الله بمجال وهذا المجال كان مجالا متغيرا يوم كان هذه البلاد تمتد من سوس إلى سوسا ومن نهر السنغال إلى سراقسطة بمعنى أن هذا المغربي ورد في مجال فسيح ممتد كما يقول أستاذ إبراهيم بوطالب إذا ذاقت به الأرض في الهبط ذهب إلى سوس وإذا ذاقت به عيون سيد ملوك ذهب إلى عيون السقية الحمراء بمعنى أنه إنسان متحرك في المجال لذلك طبيعي جدا أن يرحل عندما نرحل سنكتشف أن هذا المغربي هو الذي وصل إلى الصين هذا المغربي هو الذي اكتشف جزء من الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق الأزموري هذا المغربي هو الذي علم المستشرقين الهولنديين الأوائل في جامعة لايدن اللغة العربية الذي هو أبو القاسم الحجاري وبالتالي كان علينا أن نشتغل أهل هذه الرحلات التي ذهبت إلى أوروبا بسؤال ما هذه هي التمثلات بمعنى بنائه الدهني لم يكن صفحة بيضاء كانت له مسبقاته التقافية كانت له نظرته على الآخر كيف به كل هذه المحمولات التقافية حاول أن يسائل تقافة الآخر كيف أن ينظر إليها كيف أن يتفاعل معها وبالتالي كان هذا النوع من التمرين فيما يسمى بتاريخ الدهنيات وتاريخ التمثلات نعم تفاعلا مع سؤال الدكتور أحمد ما فهمته أيضا ولو أن النقاش يأخذني إلى محاور غيلة التي أعددتها وهو أن أيضا موضوع الرحالة يدخل ضمن هذا المشروع فطرات الذي خلفته الرحلة المغربية سواء شمالا أو شرقا تدخل في تكوين هذه الشخصية المغربية تماما أنا قلت في البداية نعم والمثال على ذلك مع ذلك على المقاطعة وجود باب المغربة مثلا في فلسطين هذا دليل على الرحلة والأثر أيضا تماما والصوفي المصريين نعم أصولهم مغربي نعم شيخ بداوي والمعمار والمعمار لأكثير من الأحياء المصرية بالفن المغربي المتمائز ما بين الفن الأمازيغي والفن الموريسك الذي حمله هؤلاء المغاربة بعيد على كل هذه الأشياء إذا عودنا إلى الأصل أنا قلت في البداية أنني مدين للرحلة في أصلها بأن أعود إلى الشخصية لو لا رحلة إلى الصين ربما لم يكن يطرح لي هذا السؤال ببالتالي هذه الرحلة عندما تسافر لأنه لا يمكنك أن تحكم على ذاتك إلا في مرآة الآخر وبالتالي عندما تنظر إلى هذه التجارب تذهب إلى بلاد أخرى تطرح هذا السؤال أنت تنظر إلى الآخر ولكن في مرآة ذاتك وتسأل ذاتك عن هذه التفاوت ما هي عناصر المشتركة ما هي عناصر التمايز ما هو القوية عند الآخر ما هو الضعيف إلى آخر تدخل في هذا التمرين الذي يحطك ويحفزك بشكل أن تعمل قلمك في محاولة تسويذ صفحات حول هذه التجارب وبالتالي كما قلت أن الرحلة والسفر دائما تبعث على مساءلة الدات سواء في الزمن أو في المجال وربما لذلك قلت بمجرد العودة كنت أكتب اكتشاف الصين ولكنني في عقل الباطن كان هناك مشروع أن يختم يحضر هذا المشروع حتى نبقى منسجمين مع عنوان البرنامج الذي هو مملكة ثقافة أكيد أنك خلال هذه الرحلة وخلال مخططاتك أيضا البحثية المستقبلية تضع مكانا للثقافة أو للتطور الثقافي عند هذه الشخصية المغربية فأين تضع الثقافة في هذا؟ هل المؤثرات الاقتصادية والاجتماعية كانت وحيدة في تشكل هذه الشخصية أم أن المكون الثقافي كان له دور في صناعة هذه الشخصية؟ في واقع الأمر هذا نظر الثقافة بين فهمها الواسع نعم وجدنا أن هذه الثقافة المغربية استفدت من أمرين مهمين ربما يصعب أن يجزميها تقل التاريخ وأن يكون لديك موقع جغرافي أثير ملتقى الحضارات ملتقى الحضارات يعني أنه أنت لسه فقط أنت تتهم أما بين إفريقيا وأوروبا والدهيب إلى الولايات المتحدة الأمريكية هذا الملتقى الحضاري يلعب الضوء قلت في البداية المجال المجال يعني الاحتكاك وأيضا على المستوى التقافي لنتأمل اليوم في البلاد المغربية المختلفة عن تسميات لقبيلة معينة ستجدها في أكثر من منطقة مما يعني أن الإنسان المغربي أيضا حتى في الداخل كان يتحرك في المجال وبالتالي تشكلت هذه الهوية لديك اليوم الحديث على هويات الضيقة أو الهويات القاتلة كما قال أمين معلوف شيء أعتقد أنه من باب التجني على تصال متجاوزا متجاوزا بشكل كبير لأن لديك تشكل تقافي حصل في الزمن الطويل حصل هذا الاحتكاك بين ساكنة الجبل وساكنة الداخل وساكنة الساحل إلى آخر وبالتالي حصل هذا لذلك اليوم تابع إلى التعبير التقافي التي لدينا على مستوى التعبير التقافي لكل منطقة يمكن أن تتعجب على هذا التنوع الموجود على مستوى الكتابة عندما كتب عبدالله قنون النبوغ المغربي نعم النبوغ المغربي لاحظ معي كتاب كشف أو أسقط القناع عن فرنسا الأنوار التي حاصرت هذا الكتاب ضاقت درعا بكتاب يكتب النبوغ المغربي ولم يكن يحكي أولا يقول النبوغ المغربي في الأدب العربي في نوع من الديامة المشرق في نهاية المشرق ولكنه أزعجه لماذا؟ لأنه في تقديري أنه أدرك أن هذا الكيان الذي يقول أنه يريد أن يصمر في فرض وصايته عليه أكبر وأكثر طراء وغنى من أن يكون في حاجة إلى وصاية وكأنه بيان أدبي لإعلان الاستقلال وبالتالي هذه الأشياء يجب أن نلتقطها في تشكرها في هذا الزمن كما قلت في الزمن الممتد نعم دكتور طيب فمن بين كذلك كتبك العديدة هناك كتاب تمت عادة طبعه في السنة الماضية والأمر يتعلق بكتاب الصحافة والتاريخ إضاءات تفاعلية مع قضايا الزمن الراهن وبتأكيد أن هناك خيط ربما يربطه بين البحث التاريخي وبين الممارسة الصحفية سواء على مستوى مناهج الباحث والتدقيق والتقصي والسقصة إلى غير ذلك فما هي الدواعي التي جعلتكم تفكرون في هذا الموضوع بالضبط الصحافة والتاريخ؟ أنا أعرف أن هذا موضوع مشترك بيننا وبالتالي موضوع الصحافة والتاريخ أنا كتبت في المقدمة في نقض الصراع المصطنع بين الصحافة والتاريخ أنا أنتمي إلى مدرسة أو إلى اتجاه يقول بتكامل العلوم وتفاعلها وتداخلها وبأنه من الصعب على كل أن يقول أن لدي تخصص الضيق تخصص جيد جدا لنعمق البحث ولكن الانفتاح المنتج مفيد جدا أنا أعتبر أن العلاقة تفاعلية وتكاملية لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنه أنا بالنسبة للمستوى الأكاديمي كنت أشتغل باحثا في التاريخ الراهن وكانت لتجربة في التدريس منذ 2011 وكان لديه السؤال حول هذه العلاقة للمجد والتاريخ خاصة تفاعل مؤرخ مع قضايا عصره قدر لي عن طريق مجلة زمان وعن طريق عمود للتاريخي إضاءة أن أعيش هذه التجربة كنت ألتقط حادث له ضرفيته وأبحث له أن البنية الشريحة في الزمن الطويل ما هو السياقات الشريحة وبالتالي كان هناك تركم لهذا العمود وبالتالي خمنت أن هذا التركم يحتاج إلى أن أتقاسمه مع القرأة في كتاب فكان لابد له من قسم نظري ومنهجي طرح هذا السؤال سؤال علاقة التكاملية والتفاعلية ما بين الصحافة والتاريخ فوجدت أن ما بينهما من الجصور أعتد وأقوى من أن تكسر أنا سأفقط أعطي مثالين من منا يمكن أن ينكر فضل صحفي متقف من عيار محمد باهي حرمة في تكوينها وهو الذي كان عاشقا للتاريخ قارئة نهمة للكتابة التاريخية من منا ينسى فضل المرحوم محمد العربي المساري في تعريفنا بجزء من تاريخنا ومن ذاكرتنا بالمقابل بالنسبة للمؤرخين خاصة للفرنسيين لدينا نموذج مؤبر جدا هو فرانسوا في غير هذا مؤرخ كان متخصص في الطورة الفرنسية له تركم مهم جدا ولكن 40 سنة هو كاتب عمود رأي في الأبزرفاتور الرجل كان يصل إلى الجمهور الواسع عبر الصحفة إذن لأختصر الصحفي يحتاج إلى المؤرخ من أجل توسيع مداركه ومعارفه ومهو يحتاج إلى كل الباحثين في العلوم الإنسانية واجتماعية من أجل مادة إعلامية رسينة ومتينة ولكن الباحثين في العلوم الإنسانية واجتماعية إذن من حلفته على الصحفة وعلى الإعلام سيبقوا حبيس حجرات درسهم وبالتالي ماذا تحرم الجمهور أو المجتمع وهناك طلب اجتماعي كبير جدا على التاريخ والعلم الإنسانية إذن هذه المسألة أن اليوم عن طريقكم سأصل إلى جمهور واسع ولو كنت أقول هذا الكلام في المدرج ربما لا حددت طلبتي وانتهى الأمر في حدود 40 أو 50 أو حتى 200 طالب نعم دكتور فقط في إطار تفاعل حول هذا الموضوع الذي في حقيقة له أهمية كبيرة هو أنه صحفة فيها أجناس فيها الجنس الذي يتعلق بالخبر على مستوى الدقة وعلى مستوى الصحة وعلى مستوى كيف يمكن أن نستقيه من مصادره حتى يكون له مصدقية ووتوقية لكن التاريخ ربما أنه يكون مرتبطا بما سبق وأن كتب من قبل من خلال البحث في التنقيب في المخطوطات في المراجع في المصادر التي كتبت من قبل ربما قد يكون هناك أحيانا مشكل على مستوى هذا التضارب بين ما يمكن أن يكون قابلا لأن نفهمه على أساس أنه حقيقة وقعت بالضبط ويجب أن نتعامل منها على أساس أنها لا جدال حولها وما بين ما يمكن أن يدخلوا في إطار ما يسمى بالمبالغات أو الزياح عن معنى الحقيقة في مجال الصحفي خدمة لرأي معين أو تدعيما لفكرة أخرى من خلال بعض السندات التي يستند عليها الكاتب الصحفي من أجل إثبات أرائعه وفي واقع الأمر نحن نتحدث منذ البداية نعلم صراحة أننا محقلين مختلفين رغم أن ألبر كامي يقول بأن الصحفي هو مؤرخ اللحظة والمؤرخ هو الصحفي الماضي ولكن نطرح السؤال في البداية عن أي مؤرخ نتحدث وعن أي صحافة نتحدث المؤرخ الذي أقصده هو المؤرخ المجدد طرح مارك بلوك سؤالا في غاية الأهمية وهو الذي كتب كتابا يترافع فيه دفاعا عن التاريخ أبولوجي بوريستور أميتي ديستوريا يقول فيه على لساني طفل صغير هل لحدتني أبتي إذن مجدو التاريخ ويجيب نقول أحيانا التاريخ علم الماضي يا له من كلام سيء وإنه لأمر سخيف أن يكون الماضي في حد ذاته موضوعا للعلم موضوع التاريخ هو الإنسان أو لأكون دقيقا أكثر هو الناس في الزمن أي دراسة تبدلاتهم وحالاتهم ووضعياتهم ووضعياتهم واقتصادهم ومعاشهم بعد أجسدهم إذن نحن نتفق على أننا نشتغل على موضوع هو الإنسان ويطرحوا هذه العلاقة التفاؤلية ما بين الماضي والحاضر إذن هذا مستوى أول أيضا الصحفي أنا لا أتحدث عن الصحفي الذي ينشغل بالخبر والذي يختريري لا أنا أحترم كل هذه التخصص مهمة لا أنا أتحدث عن الصحفي المتقف لذلك لاحظ معي أن أنا أعطيت في البداية نموذجي باهي المساري يمكن أن نذكره حسنين هيكل غير أنا أتحدث عن هذه الصحفي اللي عندي مع واحدة المساحة مشتركة الصحفي الآخر شنو هي على اقتماءه أكتب المادة الخبرية كما شئت ساصار وثيقة باللسبة لي وأخضعها لمناهجي لأستخرج منها المادة العلمية بنفسي النقدي كان حضي مع الخط حريري وكان شوف مع زوية المعالجة مع التسرع مع السخونة هذه المسألة كلها كانت تحضرها وأنا أستخرج منها مادتي إذن الأول يلزمني لأنه شريك معي في الهم المعرفي والفكري والتقع فيه هذا المشترك والثاني أقول له شكر الله وسعيك أكتب أخبارك ستعود لي لأكتب منها تاريخي إذن هذه الأكد أفهم العالم دكتور طيب الدستور المغربي الدستور 2011 تطرق إلى مسألة المكونات والروافد المكوناتها الشخصية وروافدها وتطرق إلى عدد من الروافد خلال بحثكم الدؤوب والمستمر كيف تجدون أصول هذه الروافد وكيف يمكن لأجيالنا المقبلة أن تستفيد من تراء وغنى هذه الروافد وهذه المكونات طبعا بالنسبة لمن ساغل تلك الدباجة بالنسبة للدستور كان مستلهما بشكل دكي جدا لهذه المكونات التي تسمى الشخصية المغربية لأن هذا التشكل حصل إطرق تراكم في الزمن الطويل كل تلك التعبيرات لها بسمتها لذلك أنا في نهاية المطاف إذا أردنا أن نتصور هذه الشخصية المغربية كما جارة التعبير عنها أنا أخلها مثل تشكلي سخرتين رصوبية يعني كنت ترسبات تماما في الزمن الطويل كي يكون شوية ديال الحجار شوية ديالتراب كي يكون شوية دياللماء شوية ديالحاصا وكتشكل كتشكل كتشكل إلى أن تصير صخرة قوية متينة متلاحمة كل هذه الأناصر التي تتحدث بكل هذه تعبيرات هذه لم تكن بزر نضغط على زر ونصبحه أندلوسيين وآمازيغ وآرب وآفاريق وآس إلى أخير هذه الأمور تشكلت في الزمن الطويل إذلك اليوم نعود إليها نقرأها نقرأها منذ البداية علاقتنا مع إفريقيا جنوب الصحراء كيف تمت علاقتنا مع المشرق كيف تمت علاقتنا مع الأندلس كيف تمت علاقتنا مع عاداتنا كيف تمت علاقتنا مع الإسلام كيف دخل ثم في القرن الثامن سنحاول أن نخلق نوع من الإسلام المغريبي المتأثر أكثر بالخصوصيات المحلية والمتمايز كيف سيكون المذهب المالكي يخلق هذه المسألة مفهوم الشرف كيف سيدخل إلى أخير هذه الأمور كلها تتراكم تدريجيا في خلق قلت هذه المكونات لذلك المسألة لم تحدث بين أشيات وضوحة نحن نتحدث يا صديقي على 300 ألف سنة فيها تراكم كبير جدا الذي يجعل هذا الكيان يتشكل بهذا الشكل والذي يعطيه بعض المميزات في أدائه في خصوصياته التي في تدبير أزماته يظهر مسالما مهادنا هادئا واتقا من ذاته ولكن في لحظات التي تستطيع الجدية يتفاعل أكثر بهدوء وبرسانة وليس منفعال أنا فقط نعطيه غيميزة البسيط جدا ما حدث في زلزال الحوز نعم يعني يجب أن ننتبه إلينا كيف أن هذه الدات تستخرج أقوى ما لديها لدرجة أنها أبهرت حتى أولئك الذين كانوا يقولون هل يستطيعون من دوننا هل يستطيعون بالاعتماد على أنفوتهم وبالتالي كان تبين أن هذه الدات في اللحظات الجد يعني هذه المسألة لا تأتي هكذا صدفة تفجر هوية أو تفجر حب البلاد يعني أن تستخرج أقوى ما لديك يعني هذه المسألة تريد أن تتاكي على ماذا تتاكي على أرضية صلبة وإلا في اللحظات يمكن أن تخطئ موعدك مع التاريخ إذا لم تكن لديك هذه الأرضية الصلبة المتينة التي خلقتها كل هذا تشكل المسألة هو في القدرة على أن تكون هناك هوية لاحمة هذه المكونات كلها كيف تستمد قوتها من بعضها البعض كيف تبحث عن التكامل والتفاعل هذه المسألة التي قلت دائما كنت تعطي أجوبة إيجابية ومتيجة في لحظات الأزمة واللحظات الصعبة نعم الدكتور طيب في سياق تفاعلنا دائما حول المفهوم الشخصية المغربية من خلال هذا الكتاب الشخصية المغربية تأصيل وتأويل بالتأكيد أن هذه الشخصية المغربية كما سوقا قلنا بأنها قد مرت بمجموعة من المراحل حيث كانت هناك أنظمة معينة للحكم المغربي التي اتسمت بكون أنه نظام مغربي كان دائما له عناصر متيرة للجاذبية في إطار علاقة التفاعل بين المواطن المغربي وما بين الحاكم لذلك نجد بأن شخصية مغربية ربما أنها مرتبطة أكثر ببنية الحكم من خلال الأسر الحاكمة التي حكمتها وبالتالي فمن بين مميزات هذه الشخصية هو هذا الوفاء هذا الانتماء هذا العلاقة بين بنية النظام الحكم وبين ما يمكن أن نتوقعه من تطورات على مستوى بناء تاريخ مستقبلي هو الأساسي فيما تفضلت به هو هذا الذي ربما كان موضوع اجتهادات من طرف الباحثي الذي ندرسه هذا الموضوع وهذه أصعب مسألة هو التحول في إطار الاستمرارية الاستمرارية في غاية الأهمية هي التي تعطيك التاريخ أنا سأعطيكها بتاريخ لاحظ معي في تجربة المرابطية هناك إمبراطورية مرابطية بزلقاء بكل الرسل سقطت الإمبراطورية ولكن تسقط الدولة بل ظهرت أقوى مع تجربة الموحدية لم يتجاوز أمر أن ينتقل الحكم من قبيلة إلى قبيلة ولكن في ظل الاستمرارية وبالتالي مع الموحدين أعطينا الامتداد أوسع معطى أول معطى ثاني لاحظ معي بعد الموحدين المارينين يأتي الوطاسي في الزمن الوطاسي زمن التكالب الإيبيري بامتياز كان الإيبيريون يعيتون فسادا في أمريكا اللاتينية وأويدت شعوبهم بكاملة لماذا وقفوا في سواحل المغرب ولم يسروا إلى الداخل لأن كانت هناك خميرة وطن عندما غابت هذه القبيلة التي يمكن أن تطلع بهذا المجهود خرج المغاربة مجتمعين ليرضي هذا الصحيح لذلك هذه المسألة هذه التلعب التي تحدثها هو الذي كان صمام الأمان في خلق هذه اللحمة وهذه الاستمرارية وهذا المسألة التي أعطتنا هذه القدرة على أن تتعايش مع أوضعيات تتكيف مع أوضعيات تجابه حيث ينبغي أن تواجه مسألة أخرى كيف أنت حتى تستأنس بمعنى الانتصار والانكسار لأننا عندما ننظر مثلا إلى واد المخازي لاحظت انتصار ولكن قبلها انكسار في العقاب قبلها انتصار في الزلاقة الشخصية تتمرن على هذه المسألة ليست بسيطة المسألة مركبة ومعقدة ولكن في بناء الشخصية تخلق تدبيرك الخاص للأزمات المستمد من كل هذه الأشياء طيب لست أدري كيف نفد من وقت هذا جزء من البرنامج لكن لابد أن أطرح عليك هذا السؤال لأنه يعني هو هاجس بالنسبة لي هل أنت باحث تقليدي ألم تقتحم المجال التكنولوجي بكل ما يتيحه لك من إمكانيات مدام بحثك متشاعب وبحثك يذهب إلى يستعين بالأركيولوجيا ويستعين بالكتابات الغربية وكتابات المشرقية ألا تستمر كل هذا في الوسائط الحديثة ما هي علاقتك بهذه الوسائط أستطيع القول أنه يمكن أن أكون منفتحا أو مجددا في مستوى آخر في مستوى انشغالي بتتبع يعني اجتهادات النظرية والمنهجية الجديدة في مجال بحثي يعني آخر يمكن أن يكون في الاجتهادات في التاريخ التطور لكن في الكتابة التاريخية استفادة من الحقوق المعرفية مواكبة هذه الأمور هذه تفيدوني بشكل كبير جدا وأسعى أن أعمل على ما اسمها المرحوم الجابري بتبيئتها في التربة المغربية نعم أنا اشتغلت بالهابيتس بير بورديو اشتغلت بفهم الحدود بفريديك جاكسون تيرنر اشتغلت بفهم الشخصية بفريد رارف لينتون اشتغلت بلالونك ديري الفيرنان بروديل الوطنية بويت شيفر هذه النظر إذا كانوا مستوى من جيد فهو هذا المستوى أما وسائل التواصل الاجتماعي فعلاقاتي محدودة جدا إلى درجة أن صفحتي على الفيسبوك لا أفتحها إلا ليرؤوجة لكتابي مجرد أن يروج أغلقوا الصفحة وأذهبوا لإعداد كتاب آخر ألا تفكر في إنتاج لأن ما تقوله مهم جدا وما تقوله نافذ ويصل إذن ألا تفكر في فيديوهات مثلا لتقريب هذه العناصر التي تتناولها في مؤلفات أما تفضلت به في غاية الأهمية ولكن أخشى أن يأخذني من مشروعي سيستنسفني أخشى لأنه صحفة مغرية ولاها جمهورها والآخرية وسلم الإشعاع ولكن أرتاح أكثر في تصوف داخل وهذا اختيار شخصي يعني يمكن ربما أنه قد تكون هناك الحاجة لدينا نحن الذين نشتغل في حقل الإعلام أن نقترب منكم أكثر لكي نتحاور معكم مثل هذا اللقاء ولكي نعرف بكل ما يمكن أن يفيد المتلقي المغربي بخصوص تاريخه بخصوص شخصيته وبخصوص الآفاق المنفتحة على المستقبل في هذا المستوى مرحبا أنا فقط لتدبير الوقت أنا منفتحة بتاع الفكرة التي قد استمع عنه ولكن تدبير الوقت لدرجة أنه حتى لا ننزح صحيح ربما نحتاج اليوم أكثر إلى الخلوة مع المكتبات ومع البحث لننتج شيء تدبيره تقاسمه يبقى لجمهور الصحفيين وأنا رأى الإشارة بطبيعة الحال مرحبا شكرا جزيلا لدكتور طيب بيض على كل هذه التوضيحات والآن من قضية الأسبوع إلى سر المكان قبل أسابيع تم الإعلان رسميا على استضافة مدينة طنجة ليوم الجاز العالمي لهذه السنة المهرجان العالمي المزمع تنظيمهما بين 27 و 30 من أبريل الجاري والذي يقام لأول مرة في القارة الإفريقية سبقته السلسلة من الاستعدادات والترتيبات اللازمة لإنجاح هذا الحدث الفني الموسيقي والذي من المتوقع أن يتابعه الملايين من المشاهدين أو عشق فن الجاز عبر العالم والذي سيكون حسب المتتبعين أكبر وأهم احتفال في العالم بموسيقى الجاز لهذا العام الجدير بالذكر أن الحدث الفني الكوني سيجري نقله مباشرة نحو أزيد من 35 دولة عالمية فيما ستحضر قنوات تلفزية عالمية إلى قاعة الفنون والثقافات بالطنجة لنقل تفاصيل هذا الحفل الموسيقي إذن هنيئا لعروس الشمال بمهرجان الجازل العالمي والتحقت بنا زميلتنا فرحانة عياش قادمة من متون الأدب العربي وهي في رحلة في سيرة فارس الأدب الرومانسي المصري يتعلق الأمر بالأديب يوسف سباعي بالتأكيد هو ذاك هو فارس الرومانسية هو أيضا من أحد شخصيات الأدب العربي قدم الشئ الكثير وربما جيل اليوم أيضا قد شاهد أفلامه أو هذه الروايات التي تحولت إلى أفلام في الأجندة والمكتبة السينمائية العربية بالتأكيد سيد محمد أحمد أنه تفاجأت أيضا أن يكون رجل تخرج من المدرسة الحربية وتدرج في أسلاكها أن يكون لها هذا الاهتمام بالأدب وخاصة أن يعطي فيه ويتحدث عن الحواري المصرية وهو على ما أعتقد أن الشيغاله المهني وخاصة هذا الميدان مجال الحربية ومجال العسكري هو يأخذ كل وقت الإنسان فإذا بي أمام شخصية استطاعت المزاوجة ما بين العمل المهني العسكري البحث وأيضا الممارسة الأدبية يشهد لهم نجيب محفوظ أنه كان أسلوبه رشيقا ساخرا وإيضا قويا ويشهد له الكثير من الأدباء الآخرين لأنه الغريب أيضا أنه كان محبوبا في الوسط الأدبي عكس بعد الشخصيات التي تناولناها في الأدب كانت سهام الانتقاد موجهة إليها ولعلك تذكر معي أيضا إدريس الذي كان هو الآخر يوسف إدريس كان دائما النقاد يواجهون إليه نصابهم ولكن هذه الشخصية وافقت واستطاعت أن تتسلق ليس فقط في المجال العسكري أدراج المهنة ولكن أيضا استطاعت أن تأخذ مناصب سيادية في تلك الفترة فقد كان وزيرا للثقافة وكان أيضا من أبرز المقربين إلى أنور السادات وهذه القرابة والعلاقة التي جمعته بأنور السادات أدى ثمنها لأنه تم اغتياله في قبرص عام 1978 لزيارته للقدس آنذاك أثناء تلك الزيارة التي قام بها وكانه كان زميلا أيضا حيث تقلد مهمة نقيب الصحفيين في مصر وكان على رأس روز اليوسف وما أدرك مرور نعم وكان على رأس المجلة العريقة روز اليوسف نعم يوسف السبعه وأيضا السيناريست وكاتب الروايات التي استثمرت في أفلام شهيرة مثل رد قلبي وبين الأطلال ومن منا لم يقرأ هذه وطبعا يعود الفضل للكثير من الأسلوب للغتي في قراءاتي لأني عندما كنت في مرحلة صغيرة قرأت الجل ومعظم هذه الروايات وهذا ما جعلني أطرح السؤال وأنا في هذا العمر وليقول بأنه من يستطيع أن يكتب رد قلبي ومن يستطيع أن يكتب أغلب الحياة المصرية ونائب عزرائيل وغيرها من النجاحات المصرية التي كانت لصيقة بالمجتمع المصري هو أعطى صورة استطاع أن يجسد الحياة المصرية البسيطة وهذا يتحتم عليك أن تكون لصيقا لاحظ معي نجيم محفوظ عندما كتب ثلاثية وكتب أعماله الجميلة كان ابن الحارة كان يجلس في القهوة كان يجلس مع الناس كان يعيش إقاعاتهم اليومية بالذلك كان يستطيع له هذه القدرة التصويرية على نقل مشاهد الحياة المصرية اليومية إنما الآخر كان مشغولا في المهنة ولكن هنا البراعة أن تكون تعيش في الوسط وأن تنقله ببراعة وأن تقوله بكل صدق فهو التحدي الكبير الذي كان توفق فيه لحد كبير يوسف السبعي إذن هو المفرد بصيغة الجمع كما فهمت منك زميلتي فرحانا تماما وهذا أيضا لقطة قوته أنه أيضا كان مركز احترام وكان مركزا للفخر لأنه نال كثير من الجوائز جائزة مصر التقديرية ونال أيضا الكثير من الشهادات ولا أجمل شيء يعني عندما تجد في الكثير من كتاباتي للأسف شديد لا يتسع البجال ولا الوقت لأسرد لك بعض المقاطع من رواياته لكن أرض النفاق وهي رواية من أجمل رواياته كانت كلها رسائل قوية جدا وفيها إهداء هو وجه إهداء لنفسه يوسف السبعي عندما قال وجه لك إلى أرقى الناس إلى أحب الناس إلى قلبي إلى يوسف السبعي فهي فيها رمزية فقال عندما لا أوجه هذا الكلام إلى أحب الناس إلى نفسي فقد أكون شيخ المنافقين في أرض النفاق شكرا جزيلا زميدتي فرحانة على هذا الصفر الجميل ضمن ترجمة الأديب العربي والعالمي يوسف السبعي الشكرا موصولا أيضا لكم دكتور طيبياد المؤرخ والكاتب الباحث في أصول الهوية والشخصية المغربية شكرا جزيلا لك وهنيئا على إصدارك الجديد شكرا جزيلا دكتور أحمد دافري أنتم مستشار مملكة الثقافات هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من مملكة الثقافات إلى الملتقى